كما تعلمون 70% من تموين السوق بالخضروات في موريتانيا يعتمد على هذه الثغرة سدها بطريقة مفاجئة لا يمكن أن يكون بريئا لأنه يستهدف السوق الموريتاني بالدرجة الأولى وقد تأثرت الأسعار هنا في هذا السوق من جراء ذلك تداعيات ذلك بين لأن الشارع الموريتاني اعتبر بأنها طعنة من طرف البوليزاريو التي تستفيد من تسهيلات كبيرة لدى الموريتانيين وأكبر هذه التسهيلات أن الشعب الموريتاني تناسى جراحاته القديمة وتناسى آلامه وتناسى أبطاله الذين قضوا في هذه الحرب من أجل السلام ومن أجل أن يقفوا موقف الحياد من هذه القضية التي تبنت الحكومة الموريتانية موقف الحياد فيها واحترمه الشعب الموريتاني لكن يبدو أن الصحراويين لا يحترمون ذلك ولا يحترمون السيادة الموريتانية والمواقف الموريتانية ما بالنسبة لتعاطي الطيف السياسي والإعلامي في هذه القضية فقد كان هناك شبه إجماع على أن المستهدف الوحيد من هذه القضية هو الشعب الموريتاني من أجل الضغط على حكومة موريتانيا من أجل تقرير موقفها الحيادي الذي لا يتزعزح ولن تغيره معاملة صبيانية قامت بها بعض أجهة ضعيفة جدا ولس لها تأثير داخل العمق الموريتاني والشعب الموريتاني والحكومة الموريتانية ماضية قدما في هذا الحيادي وتستطيع أن تدافع عن حوزتها الترابية بجيشها وقوتها واستغلاليتها ولن تترك هذه القضية تمر مرة الكرام صحيح أن المعابر في الحروب عادة تظل مفتوحة نظرا لظروف إنسانية واجتماعية والضغط بها من الواضح أنه استفزاز واضح للشعب الموريتاني وحكومته ونحن قرأناها بهذه الطريقة والشعب الموريتاني أيضا قرأها بهذه الطريقة الشعب الموريتاني اليوم يشعر بالإهانة التي قدمتها البوليزاريو دون سابق إنذار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر